موسيقى راسيني اهلا بكم في سابع حلقات راسيني النهاردة محضر لكم مفاجأة الموضوع مكانش سهل بصراحة الراجل بجاد عمران المنتج بتاعنا عمل التلفونات كتير جدا و تعب شوي على بالمعرفنا ان نحضر لكم مفاجأة دي النهاردة احنا معنا الفنان محمود العسيلي اهلا بصراحة اهلا بصراحة هو بس بصراحة وقت محمود مش هيسمح له او ان هو يقعد معنا فنشكر محمود جدا ان هو كان سلام شكرا في اسئلة كتير جدا جت بصراحة من ساعة الحلقة الستة الاسئلة معظمها كانت وحشة وما كانتش حالوه بس في شوات حاجات استوقفتنا فعايزين نتكلم عليها انا ومحمد فاتحي هاتبقى الهرقة انا ممكن اقوم اجيبها لان انا المايك من غير سلك ولا بسلك ولا ايه النهاردة احنا متجاوب كل اسئلة من عبدالرحمن سأل هو مفيد فوزي انسان عادي ولا فضائي لا هو انسان عادي كريم تي عوف سأل سكار كان اسمه ايه قبل ما يبقى عنده سكار كان اسمه شريف عبدالله حاتم بيسأل ليه الحتة التي تفكك من الساروخ وهو طالع الفضاء دايما بتقع في المحيط انا خايف مرة بقى ماشي في الشارع وتقع عليها حاجة من الفضاء بصراحة اخافت ليه ساعة يعني احنا عندنا في حد ممكن يلسعك هنا كريم الراوي سأل لو البلاك بوكس بتاع الطيرات ما بتكسرش ليه ما بيعملوش الطيرات كلها من نفس الماتيريال شكرا سؤال الحلقة كان من نصيب محمود ديودار لا اتنين بس معلاش دي هنعيدها تاني والسؤال كان بيقول فين ابو رجل مسلوخة وفين نندها ولما كان بتنت احد كان بتاخده فين وبتعمل فيه سؤال مش حلو بصراحة بس هو فتح باب كبير جدا عمر محد تتكلم فيه قبل كده اللي هم الجنة ابوعين ازاز ومن الغولة والندها اولا في حاجة بتاجمع الناس دي كلها ان الناس دي كلها معيوبة كلها مصابة يعني فيش مثلا واحد بيطير فيش واحد عنده مثلا سوبر باور بيجمد حاجة كلها كده ناس عينة كده وعندها امراض وفكرة الامهات اللي مأجرة الناس دي عشان تأذي عيالها او تاكلهم او تموتهم لما خلصش طبقهم انا من الزبالي لو واحد مخلصش طبقه ممكن يأكل طبق تاني في يوم تاني او ممكن مثلا يجبر يبقى صغير شوية بس احتمال ان هو لو ما خلصش طبقه يموت بتهالي يعني قاسي شوية بتاني الامهات هنا اخطر بكتير جدا من ابو رجل مسلوخة وامنا الغولة والناس دي كلها التاني حاجة الامهات اللي بيعملوا كده كنوع من القناعة التربية لا يا هانم انت كده بتربي ابنك على الفتنة الخيانة الترهيب الشر القهر والحاجات دي كلها ممكن تربيلك حاجة زي امنا الغولة وابو رجل مسلوخة اكيد كل واحد من دول كان عنده ام بتهدده بواحد تاني من الناس دي وعشان كده مش يعني بحلقة هادفة يا جماعة مش عارفة مش عارفة دي نصائف ازاي ام تعمل في ابنها كده؟ انا اعرف كمان وفكرة الجماعة دي اللي عاديين مستنيين لامهات تديهم تليفون عشان تقولهم الواد ما خلصش طبقه تعالوا انا تخيل الموقف ده بيحصل ازاي سلام عليكم يعني مثلا ابو رجل مسلوخة ده راجل صاحب مرض ده راجل عيان يعني مش عارف ليه ام بتخوف ابنها بواحد برجل مسلوخة بواحد اللي لألك برجل مسلوخة هعمللك ايه؟ انا بالنسبالي لو جي هاجمني انا هامش بعيد حتى لو هو بمعجزة جالي تاني هامش بعيد يا جماعة الراجل ده ممكن مسلا يكون عايز مساعدة ممكن يكون جاي لنا عشان نغير له عالجرح نحضنه بس طبعا من بعيد مش لازم يعني كمان الراجل بعيان ونعيره ونقعد نقول ابو عالي ابو رجل مسلوخة اما هو اكيد عارف ان هو تعبين زي ما كنا قلنا برضو في الحلقة بتاعة الفانبارز يا جماعة احنا شعب عنصري جدا يعني الراجل مختلف عن النا سنة ان هو رجل مسلوخة ليه نبتدي نعيره ونبد عنه ونخوف الناس بيه ان انت تخوف حد تريب حد يعني انت كده بتعامله يعني زي المسيحيين ده غلط يا جماعة المسيحيين زينا زيهم بالظفت انا عندي ناس مسيحيين صحابي بيعودوا جنبي بيعودوا بيعودوا معايا عادي زي زيهم زي سوريين مفيش اي يا جماعة مفيش اي فرق بيننا وبين الناس الليل غريبة عننا وفيه برضو السود لا الفقرة موضوع تاني فقرة مش زي فقرة احنا احسن منهم احنا عندنا مية سخنة تكييف عندنا تلاجات لا لا فقرة اي عم برضو في حالة ان الراجل ده طلع شراني برضو احتياطي عشان من نبقاش احنا ناخد الانشيل الزم هنوريكو دلوقتي ازاي تقدر تحمي نفسك من ابو رجل مسلوخة مع الكابتن محمد فتح في حالة الدفاع عن النفس ضد ابو رجل مسلوخة بركز كل هجماتي على رجل مصابه بحاول افلت من اي مسكل اول وبعدين بنفذ الهجمة بجرب كزا تكنيك ممكن ابتدي اسدد بعض من اللاكمات وفي الاخر برضو بهاجم الرجل المصابه في حالة ان هو عنده ادوانتش علي من الوضع السبات بخلي توزن الاول وببتدي انافذ الهجمة بتاعتي عادي جدا بتزديد بعض الرجلات او البنشز للرجل المصابه في حالة التسلل هو انا بعمل هواية معاينة بسيب اي حاجة في ايدي الاول عشان نقدر انتبه للموقف وبعدين بنفذ الهجمة بتاعتي ممكن اتحط في موقف ان انا بقى معايا اداة باستخدم اي اداة معايا اللي صالحي وابتدي هاجم الرجل حالة ان هو ظهر فجأة قدامي بستوعب الموقف وبتدي اعمل الهجمة ولو ظهر قدامي تاني بنفذ نفس التكنيك تاني بنفس الهدوء ولو ظهر قدامي تالت بنفذ نفس الموضوع تاني ابتدي اوريده ان انا ممكن اهاجم بشراسة ومهما كانت الزروف وطبعا خير وسيلة للدفاع هي الهجوع امنا الغولة وبعدين امنا الغولة لو ابنها مخلصش طبق وبتجيب له مين؟ اوه بس مشكلة لو جابت له حد ما هو ابن امنا الغولة ما هو برضو الوقت اكيد خطر يعني الوقت ممكن يعمل اي حاجة ايه اقاويل بتقول ان امنا الغولة هي لسلخة رجل ابو رجل مسلوخة بعد اما حاولت تاكله كده وحاولت فلفص وفيه ناس تاني بتقول ان اعملتوا كده ان اديها بدقيا هي اللي بتعم كده يعني اللي يخليها تنده على الناس وتموتهم يعني اكيد حصل لها حاجة ايه سحرها يعني ايه ازاي بتسحر الناس ان هما يجولها يعني مثلا اللي هما الميرميدز او الرايس البحر شكلهم حلو وشعرهم ناعم ايه وصوتهم حلو ده طبعا ان اديها صوته حلوة يعني صوتها حلوة ايه صوتها حلوة عباسط ولا صوتها حلوة مكلسوم فأني سكة يعني بتنده بباحة بتنده بباحة تحنانشاو ايه او بتنده بلمعة محمد موحي عارف ام بتحك حديدة فحديدة كده وبعدين يعني ده ايه الكاسل ده يعني بتنده الناس وبعدين تموتهم الاوقع انه واحد زيابه رجل مسلوخة الرجل التعبان الرجل واجعه ده يقعد كده وإن ده هو الناس تروح له بعدين يبقى يعمل فيهم اللي هو عايزه إنما هي ده ما تقوم تروح للناس تماوته ده إيه ده الكسل ده كده أنتوا بتعلموا الناس الكسل هم يبقوا عالي عن المجتمع التقصير في الشغل التهاون التواكل إضرار حرية الآخرين تتكلم في ست حاجات يعني ده حاجة غير خادمة للمجتمع إحنا بنقدم حلقة هادفة ده طبعا يا جماعة يعني الحاجات دي كلها زمان يعني دلوقتي أكيد الدنيا اختلفت يعني لو نداها دايما كدت تطلع في صورة إن هي واحدة في قرية وتنده عبد الرحيل عشكيب وإلاك صوتها مش حلو لا أنا عايز أتكلم على الجن بوعين إزاز هل يعني ما هو جن يعني فيه جن عادي وجن بعين إزاز وده اللي هيخوفني الحتة لعين الإزاز اللانسز بتاعت الراجل العيان ده برضو هي اللي هتخوفني أنا هخاف من الجن الله أخليك والده العظيم أنا بحترمك برضو جدا بقدرك جدا في نهاية الحلقة أنا عايز أقول لجماعة موضوع الأساطير ده ممكن ما يكونش أساطير ده ممكن يكون لعبة التليفون خربان اللي هو حد بيقول لحد حاجة على قبل ما بتوصل الموضوع بيبقى مهول جدا زي فكرة أنا بقى عمل 2 ألف جنيه في الشهر ده جماعة دي 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 أساطير يعني لو أي حد راح للأسر العيني هيشوف أكتر من كده بكتير في ناس برجلين إزاز وناس بانين خشب اللقص ده أقوله إنه لازم كلنا نتزور للأسر العيني طبعا يعني الحاجات دي دي داتي أكيد ما تحوقش في العائل بتوع دلوقتي يعني مثلا لو نداها طلعة العائل صغيرة من بتوع دلوقتي ونا دهت والغي ده عملك اللي عملك كلها عملك كده ما حالش أعبرها أجيب لكم منها يا غولة حبيبي ماشي العائل دي دلوقتي لو طلع لهم حد من منه من الغولة أو رجلة مسلوخة أول حاجة هتحصل هو هتصور مع سيلفي في نهاية حلقات راسيني السبعة بمشكركم جداً على الأسئلة الوحشة بنحاول نوعيدكم إحنا متأخرش عليكم تاني الحلقة الجهة هتبقى إمتى؟ I don't know عايشين أنا وإنت ومبسوتين وبنسرق من السنين لحظة فرحة وجنون